مصر خالية من فيروس سي بحلول سنة 2020 ده الحلم اللي اتسعى له جميع أجهزة الدولة علشان تقضي على شبح هذا الفيروس اللي ضرب أكباد المصريين منذ سنوات طويلة وكان سبب في وفاة أعداد كبيرة جدا ان شاء الله يتحقق هذا الحلم وينتهي هذا المرض تماما من قموس المصريين خلال السنوات القليلة المقبلة بإذن الله احنا في هذه الفقرة نحاول نستعرض أبرز أسباب الإصابة بفيروس سي كيفية الوقاية والعلاج ايه الجيل الجديد من الأدوية لو كان فيه جيل جديد تاني وكل ما يطرح على زهنكم وكل ما يطرح على زهنكم من تساؤلاتنا نطرحها على ضيفي المشرفي في الاستوديو دكتور هشام الخياط وستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي وزميل جامعة هارفورد أهلا بحضرتك دكتور هشام ومن وردن حضرتك أهلا بحضرتك وأهلا باستاذ المشهديني بيشوفوا حضرتك الله يخليك منتظرين طبعا أي استفسارات من حضرتكم تقص موضوع الفقرة على صفحات البرنامج على السوشال ميديا اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة أو عن طريق التليفونات اللي هتظهر أيضا على الشاشة دكتور هشام في البداية المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة شايفها ازاي؟ شايف مراحلها تطورها؟ هو الحقيقة أنا أبتدي بس أن أول بتحية كبيرة قوية لمؤسسة الرئاسة لأنه إحنا بصراحة أنا لسه كنت راجع من سان فرانسيسكو كان عندنا مؤتمر الجمع الأمريكية للكبد وفي الفنالة بتاعت المؤتمر أو في الجلسة الختمية أشادوا مش أشادوا بس دور مصر أشادوا بما يحدث في مصر لأول مرة إحنا نحس إن إحنا هامتنا ورأسنا مرفوعة لأنه هما السلايد الأخير أو الآخر حاجة قالوا إن مصر بتقود العالم يعني تخيل حضرتك إن هذه المبادرة لأول مرة بتحدث في العالم لم يسبقها يعني ما نقدرش نقول إن في حصل ده في العالم قبل كده اللي هو المسح الشامل المسح الشامل لمرض معين إحنا كنا مشكلتنا كنا زمان أعرف يا أستاذ عمر إحنا كنا دائما نروح المؤتمرات وحسين إن مصر أعلى معندلات الإصابة وكان دي مشكلتنا الأساسية كانوا يضربوا بيننا المسحل كانوا يضربوا بيننا المسحل الحلو الإنجاز العالمي ده اللي بيتحقق النهاردة لما نقول إن إحنا في خلال شهرين تم الكشف بس بس على فيروسي هل موجود ولا لا في المواطنين لا الأمراض الغير سارية اللي هي الضغط والسكر والوزن السمنة لأن السمنة دي دي مشكلة كبيرة عايزين نتطرق لها الحقيقة ده إنجاز غير مسبوك لأنه زي ما حالتك يعرف أن هما حيتم على ثلاث مراحل مرحلة الأولى تسع محافظات تم الانتهاء منها فعلا لها في شهر نوفمبر في شهر أكتوبر ونوفمبر وبدءا من ديسمبر في مرحلة تدم 11 محافظة ودي المفترض والمقمول إن يتم الكشف عن عشرين وعمل التحرير لازمة لعشرين مليون مواطن وستة مليون طلاب المدارس ودي حاجة برضو إنجاز وبعد كده يتبعها شهرين كمان تخلص إن شاء الله بإذن الله في إبريل تسع محافظات كمان يبقى كل المحافظات مصر تم مسحها بالكامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر